السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير اهلا بكم معي في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنحمل مع بعض تلات افكار من الرولات دي بتاعة اه الورق الالمونيوم او بتاعة المنازل بتاعة المطبخ اه اي رولات عندك كذا كانت تخينة او خفيفة هنستخدمها ان شاء الله النهاردة ما تنسيش الاول لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتعلي بينا نشوف اول فكرة معنا نبتدي بقى كده اول الفكرة معنا ده اه هستخدم طبعا ده رول كان بتاع اه اكياس بلاستيك هو تخين كده شوية اه طبعا اس تطوله قد ايه وكان حوالي عشرين سنتي هاخد هقطع منه كده بالقطر اه حوالي تلاتة سنتي الجزء ده متر ما هوش يعني لسه هنستخدمه اه برضو في الفكرة بتاعتنا دي هبتدي ان انا ساوي الاطراب بتاعته كده بالشكل ده واشيئ لو فيها زيادات او حاجة مش مزبوطة زي من شايفين كده الرول ده تخين اه معايا كده وتقيل علشان هيبقى حلو جدا في الفكرة اللي معايا دي هبتدي كده اجيب اي ورقة كارتون معايا عشان خاطر عايزة اه اقفل طبعا الرول بتاعي كده من تحت ان هو مفتوح هقطع كده هاخد الدوران وهقطع من اه الدوريتين دول اتنين علشان خاطر نركبهم بالشكل ده طبعا بمسادس الشمع بتاع وهبتدي ان انا الزق آآ القطعتين الكارتون بالشكل ده كده واحدة على الجزء آآ الكبير نفسه واحدة تانية على الحتة الصغيرة اللي احنا لسه قطعينها هشيل برضو لو فيه زيدات او حاجة وجبت كمان معايا آآ ورق فوم يمكن تستخدمي بقى اللي بيلزأ او اللي بتلزأيه بالآ بمسادس الشمع هبتدي دلوقتي ان انا اغلفه بالشكل ده نحط الشمع كده ونغلف الرول بتاعنا الفكرة اللي معايا دي حلوة جدا جدا هتنفع البنات برضو الصغيرين هيعرفوا يعملوها لان هي فكرة سهلة وبسيطة آآ ويه سريعة يعني مش هتاخد معاك وقت خالص دلوقتي هبتدي ان انا برضو اغلف الجزء اللي فوق لانا لسه قصوه نفس كده الورق اللي هو الفوم بالشكل ده اعيز اقول بقى البنات الصغيرين اللي هما بيتابعوني آآ دايما بيكتبوا لي كومنتات حلو عايز اقول لهم انا بحبكو جدا زي ما انتم بتحبوني كده بس ضبط دايما تقولولي بحبك يا سانت نوها آآ نادا وماريوم وجانة وجانة مش هايزا سحد بس كلهم بنات حلوين خالص ربنا احفظهم يا رب ويبارك فيهم المهم دلوقتي انا طبعا قفلت كده زي ما انتم شفتوا معايا آآ الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت وكمان هنيجي كده على الاطراف علشان يداري كده اي شمعة واي حاجة مش مظبوطة هحط كده من الاستراز ده لو مش عندك ممكن تجيبي من وراء الفوم مسلا لون تاني مخالف كده وتقصي منه شريط رفاية عود زيني بيه برضو يعني ما توقفش نفسك وتستخدمي نفس الحاجات اللي انا باستخدمها بالضبط دلوقتي هجيب رول تاني كده معي يكون يعني اصغر شوية سنة بسيطة علشان ندخلوا بالشكل ده جوه الرول الكبير اللي معنا آآ طبعا زي انتم شايفين انا يعني هنسيب كده في حوالي تلاتة اربعة سنتي آآ طوال شوية طلعين لبرا عشان خاطر نقدر نسبت فيه الغطة اللي احنا لسه عاملينه بعد ما تأكدت كده ان مقاسه مزبوط طبعا طلعته تاني وروحت مسبتها آآ جوه بالشامع عشان خاطر يمسك كده من تحت وده كده طبعا الغطة بتاعه بيركب بكل سهولة حبيت بقى هنعمل شوية تزيين تاني كده فهنعمل آآ الشكل اللي هو بتاع آآ اليوني كورن جبت آآ قصيت طبعا بين الفوم الاشكال دي آآ وحطت ورود بالشكل ده وكمان بيبقى لي رموش كده او عيون بنركبها برضو بالطريقة دي هيدي برضو شكل حلو قوي عارفين كمان لو كان الفوم البني ده لونه وابيض او لونه حاجة فتحة يعني كان هيبقى احلى كمان واحلى بس بصراح ما كانش عندي لون آآ الابيض ده آآ فمش مشكلة يعني برضو لو عندك لون بينك هيبقى جميل برضو هنيجي كده على الاطراف وهنزين بالاستراص ده علشان يداري برضو آآ اي آآ يعني شكل كده شكل مش حلو يعني وده كده شكله النهائي حولنا كده رول بتاعنا آآ لمقلمة شكلها شيء خالص وجميلة ممكن تحط فيها الاقلام بتاعتك انو كنت حط فيها اقلام ممكن كمان تحط فيها الفرش بتاعت الميكب او الاقلام بتاعت الروج مسلا آآ والليبستيك وكده آآ ممكن تحطيها آآ وتزيين ويت آآ وتجمع فيها الحاجات بتاعت كلها بالشكل ده فكرة بسيطة خالص تعالوا بقى كده على طول عندي وابتديت ان انا اخد المقاس آآ يعني طبق صغير كده شوية وعلمت طبعا على الكارتون وابتديت ان انا اقص بالشكل ده آآ انا هكون محتاجة من الورقة الكارتون دي اتنين آآ لو عندك الكارتون خفيف شوية ممكن تعملي تلاتة او اربعة آآ كده طبعا عملت اتنين نفس المقاس هبتدي ان انا لزقهم في بعض كده ممصدس الشمعي بالشكل ده وبعد كده هغلفه بالستيكر ده الستيكر ده بيتجاب من محلات الادوات المنزلية عشان بتسألوني عليه كتير قوي بيكون رول كده على بعضه آآ يعني بحوالي تقريبا من عشرة لحد آآ اتناشر تلاتاشر يعني على حسب فيه كم متر فيه مسلا اتنين متر ولا خمسة متر كله طبعا ما الامطار بتكتر كل ما سعره بيبقى اغلى شوية آآ ابتدي ان انا هغلفه كده آآ بالستيكر اللي معايا ده هغلف الدايرة دي بعد كده جبت الرول رفيع وبرضو غلفته من نفس اللون الستيكر اللي معايا وبعدين علمت بالشكل زي ما انتم شايفين آآ المقاس كده بتاع الرول علشان خاطر عايز اوسع شوية بفتح كده علشان آآ ابايد فيها الرول عشان طبعا نثبته بالشكل ده آآ بس شامع وكده خلناه حامل له منازيل بتاعة المطبخ آآ بالشكل ده كده فكرته بسيطة خلص وسهلة زي ما انتم شايفين تقدر يتعمليه لو مش عندك الحامل اللي هو بتاع رول المطبخ او المنازيل بتاعة المطبخ فكرة بسيطة خلص وسهلة وجميلة جدا دعالوا بقى نشوفي الفكرة التالتة اللي معايا هاستخدم فيها رول آآ يستخدميه بقى يكون اللي هو النوع التقيل الجامد لو عندك لو مش عندك ممكن تستخدم النوع الخفيف هينفع برضو معنا في الفكرة دي يعني فيه حاجات بقول لكم ايه فضل تستخدموا التخين وفيه حاجات تانية بقول لكم ممكن نستخدم عادي اي حاجة آآ معايا طبعا الرول ده هقسموا كده على تلاتة هخلي التلاتة يكونوا مقس واحد آآ ونعني انا هعمل آآ اربعة رولات يكونوا كده طول واحد ومقس واحد بعد كده هجيب رول تاني وهبتدي ان انا فكه بالشكل ده بيتفرد معايا كده زي ما انتم شايفين بيبقى يعني زي الكارتون ورق الكارتون عادية خالص آآ بعد ما فكتها كده هروح جايبه طبق معايا واحطه عليه وعلشان عايزة اعمل آآ دوران او نص دايرة هعلم على الورق الكارتون اللي معايا بالشكل ده وطبعا هشيل الزيادة وهقص وهاخد الجزء اللي هو الدائري ده دلوقتي جيت وجبت معايا آآ برضو ده رول آآ استيكر بتاع مطابخ برضو زي ما قلتلكم بتجمي حالات الادوات المنزلية جبت كده شكل تاني ولون تاني وهبتدي ان انا آآ اغلف بيه كل الرولات اللي معايا طبعا غلفت اول تلاتة كده زي ما انتم شايفين وده الرابع اللي معايا وكمان هنغلف نص الدائرة اللي احنا لسه قطعينها آآ عايز اقول لكم ان ده هيكون منظم للمكتب لانه طلبت مني منظمات كتير يعني طلبت مني كزا مرة احنا نعمل منظمات للمكتب وكده فده هيكون منظم للمكتب للأقلام وكمان ينفع يكون منظم برضو على التسريحة هيكون حلوة خالص آآ هبتدي برضو ان انا اغلف كده كل الحاجات اللي معايا طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة الافكار بتاعتنا كلها سهلة وبسيطة ومش مستخدمين لالوان ولا دهنات ولا حاجة آآ وعملينها بافكار بسيطة خالص آآ علشان يعني اعرفة طبعا في ناس كتير مش بتحب آآ دو الدهنات والحاجات دي وكده بتبحب يعني افكار تكون بسيطة وسهلة وكمان حاجات دي تنفع برضو البنانيت الصغيرين يعرفوا يعملوها آآ فان شاء الله كده الافكار نهاردة تعجبكم ما تنسيش بقى لو ليس ما حطيتيش لايك على الفيديو حطي لايك كده على الفيديو واشتركه في القناة وتعلي نشوف هنكمل الفكرة بتاعتنا ازاي طبعا دلوقتي جلفتهم كلهم بالشكل ده هبتدي ان انا اسبتهم في بعض دلوقتي بالمصدس الشمع كل الرولات كده هلزقها ببعضها دلوقتي انا جبت كده قطعة كارتون وسبتهم كلهم عليها بالشكل ده وجبت كمان الجزء اللي هو النص الدايرة اللي احنا كنا لسه قصينه وابتديت ان انا اسبته آآ يعني قدام كده يعني في مقدمة كده بتاعت الرولات ده كده طبعا بقى منظم تقدر تحطيه على المكتب بتاعك تلمي فيه الاقلام آآ وكمان حطيت القطر ولو عندك نوت او حاجة ممكن تحطيها بالشكل ده وكمان ممكن تحطيها برضو على التسريحة وترتبي فيها الاقلام بتاعت او الحاجات بتاعت الميكا بتاعتك يعني وكده وكده عملنا نهارده ثلاث افكار من الرولات كلهم حلوين جدا وسهلين واحلى من بعض يارب الفيديو بتاع نهارده يكون عجبكو والافكار تكون عجبكو تكون سهلة وبسيطة كده تقدر ان انتو تنفزوها ما تنسوش لو عجبكو الافكار حطوا لايك على الفيديو وكمان اشتركوا في القناة لو كنت اول مرة تشوفيني وان شاء الله شوفكم فيديو جديد قريب جدا مع السلامة